سيد مصطفى الحقيقة في بعض خبراء البورصة بيقولوا انه الاحسن او الافضل في اوقات الصعبة او في المشاكل اقفل او اقفل ان احنا نقفل البورصة تماما رغم اي حاجة حتى مش مهم المرحلة بتاعتنا او شكلنا او تقييمنا عالميا هيكون عامل ازاي وفي بعض الاراء بتقول انه لأ البورصة يعني ملهاش اي علاقة هي طول الوقت والطول الوقت في استخدامها بتنخفض وبترتفع وبتنخفض وبترتفع ودي سمى من سمات التداول في البورصة رأي حضرتك ايه في حاجة زي كده طبعا اغلاق البورصة ده لا يحدث الا في اوقات يعني نسميها القوة القاهرة انه فيما يمنع على المستوى حالة زلزال حالة عواصف حالة انهيار مالي ضخم جدا وفي الاخر حتى او في النهاية لما استخدم هذا الاجراء في حالة الانهيارات المالية كان في بعض الاسواق لعدة ساعات او لعدة ايام وسيارة واحنا جربنا موضوع قفل البورصة اللي بيعتقد انه قفل البورصة هيحمي السوق من التراجع ده مخطئ وكل التجارب السابق الينا اكدت انه كل ما تقفل البورصة وتفتحها معدل التراجع يكون اقوى من قبل قفل البورصة ولا يوجد من يستعم ان هو يقف قدام المستثمرين في حالة رغبتهم في البيع ولا حالة رغبتهم في الشراء دي الافضل ان احنا نهيأ ظروف مواتية نهيأ معلومات حقيقية وواضحة وكاملة ونسيب الناس تاخد قراراتها اللي حاسس انه اصوله اللي هو بيملكها تستحق اكتر في الغالي ما بيبيعهاش لكن افردي انت معاك اصله وحاس انت قريدي عارفة انه هذا الاصل لا يستحق اشترتيه في ظروف سوء صاعد بدون مباررات وبالتالي اول طريق اول فرصة اللي بيبيعه تبعيه فهل انت لو تملك عربية توافق ان اي حد يقولك تبعيها امت ومتبعش امت دي ملكية خاصة كل واحد ياخد قراره بناء على معلومات وبناء على قواعد اللي هو حاطتها في اتخاذ القرار ولكن ايه دور البورصة بقى كبورصة ودور هيئة الرقابة ودور الحكومات انها توفر المعلومات الكافية اللي الناس تستطيع بناء عليها انها تاخد قراراتها جميل يعني خارك مع رأي رئيس البورصة انه يجب عدم قفل البورصة وانه الاليات الموجودة كافية لحماية السوء طيب ده بياخدنا بقى لدور الحكومة والمدان كان طالب حكومة انقاذ وطني والمجلس العسكري شكل الحكومة او قرر انه دكتور كمال الجنزوري يبقى رئيس الوزراء وبيشكل وزارته دلوقتي دكتور كمال الجنزوري لو رجعنا بالزمن شوية وراه الخصخصة ابتدت في عهده وهو طبعا عزل في اواخر ايامه لأسباب مختلفة لكن دكتور كمال الجنزوري هل هو الرجل المناسب في الوقت ده اقتصاديا من وجهة نظر حضرتك وما هي الاجراءات المطلوبة منه في الفترة القادمة علشان البلد تقف على رجليها بجد خلينا نجاوب في شقين رجل مناسب او غير المناسب في الحقيقة في حاجة كتيروش مناسبة حصلة في مصر في الفترة الحالية واحنا بنقبلها في ضوء انه ان احنا في فترة استثنائية في الفترة الاستثنائية ممكن تقبل امور لا تقبلها في اوقات عادية يعني انت تقدر تقبل وزير صابق حاليا في الحكومة لكن ما كنتش في ظروف عادية او بعد ستشهر مش هتقبله في خلينا نتجاوز فكرة ان هو الرجل المناسب او غير الرجل المناسب مناسب اقتصادية لا هو الرجل عنده طبعا خلفية اقتصادية قوية شغل ادى في وزارة التقطيط اللي في سنوات طويلة وشغل منصب رئيس الوزراء وطبيعة الامور كانت تقتضي انه لو انت ماشي بالتسالسل الطبيعي للتاريخ انه بنسند الامور الى اجيال جديدة وشابة تتولى المسؤولية احنا في ظرف تاريخي لابد ان احنا نتجاوز وزاوز تاكده استثناءات فده وضع استثنائي وهي الحكومة الحالية حكومة لم تدون طويلا بالقواعد القانونية والقواعد المنطقية خلال نقول ايه بقى المطلوب من الحكومة خلال الاشهر القليلة اللي هي تشغلها انها تكون حكومة واضحة يعني من المفاجآت الغريبة جدا انه نقرأ النهاردة ان الحكومة احتمال تستحدث وزارات جديدة واحتمالات تلغي وزارات قائمة واحتمالات تسند وزارات مش عارف تدمج وزارات واحنا بنتكلم في حكومة انقاذ ولاست حكومة قادمة من برلمان منتخب تعبر عن روح هذه الثورة والديمقراطية اللي احنا شفناها في الانتخابات فبالتالي احنا محتاجين حكومة تتباشي الدنيا هتيجي دلوقتي تفصل وزارة عن وزارة وبعد ست شهور ولا سبع شهور تيجي حكومة تانية تدمج وزارة عن وزارة هتعيد هيكلة عمال وموظفين وجهات تابعة احنا محتاجين نبقى فوكس عندنا مشاكل ايسية في الاقتصاد المصري نبص عليها بشكل اساسي ونحلها مش هيفرق تجير قوي ان انت عندك وزيرين او وزير واحد يدير نفس الوزارة اللي انت قسمتها مش هيفرق كتير قوي ان انت دلوقتي ما ينفعش تتكلم في تشكة يعني ما ينفعش حكومة مدتها ست شهور او سنة او تفر حكومة انقاذ حكومة مؤقتة تتكلم انها احد اولوياتها تشكة ارجو يعني انا بارجو الدكتور كمال جنزور رئيس الوزارة نحن الان لا يجب ان ندافع عن قرارات سابقة حتى لو كان الدكتور كمال اللي اخدها نحن نحتاج الان الى ان احنا نواجه ان هذا الاقتصاد المصري بيمر بفترة عصيبة جدا في حياته ننتهز التحسن اللي حاصل على المستوى السياسي وان العالم بيبصلنا نظرة ايجابية بقالنا يومين ثلاثة بعد البداية الانتخابات فلاش نغير النظرة ونتخبط اقتصاديا ونعيد اختراع الدراجة ونعيد اختراع الماضي خلونا نبص للمستقبل ونتحفظ في القرارات التي هتأثر على الشعب لسنوات طويلة جدا ناخد قرارات وسيارة تماشي الدنيا وتحل المشكلات اللي بتقابلنا حقيقي سعداء بارتفاع مؤشر البورصة ونتمنى ان هو دايما يكون في ارتفاع ونتمنى ان فعلا يكون صوتنا واصل ان احنا ارجوكوا عايزين قرارات سابتة وبلاش نتراجع فيها ونلقونوا نعملوا مش طالبين اكتر من كده استاذ مصطفى سقر رئيس تحيير جريدة البورصة بشكر حالتك على ويبودك معنا النهاردة نهارك سعيد يا فاندم مشاهدي ناين لايف في كل مكان ان شاء الله بكرة احلى من النهاردة ان شاء الله دايما نتفائل عايزين دايما نبص البكرة عايزين دايما نتأكد انه مصر اغلى من اي حاجة ومصر فوق الجميع مشاهدينا كلام رانيا ختم جميل جدا وبس بحب اأكد على كل المصريين صوت كل واحد فينا مفيد جدا في تقرير بلدنا ايما كانت النتيجة دي مصلحتنا كلنا ارجوكم انزلوا الانتخابات علشان بلدنا يبقى مستقبلها افضل احنا عملنا ثلاث معاجزات الغد دلوقتي لسه قدامنا كتير نشوفكم بكرة نهاركم سعيد اشتركوا في القناة